وإحنا بقينا في زمن بعد إيه الواتساب واليوتيوب والكاميرات اللي بتسور وتشير وتعمل بقينا زمن إيه الفضايح لا المسلمين أمة ما تحبش أن تنشر الفحشاء ولا تفضح بعضها البعض بس لخد بالك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم في تشبيهه للأمة تشبيه عجيب يقول إيه مثل المسلمين في تودهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى بنوعود تدعى له سائر الجسد بالسائر والحوم التشبيه ده عجيب وكلنا حفظين ومنوحنا في ابتداء لكن أنا حقول لك حاجة الجسد ده مش في عورة وفي وجه أنت تحب تبين عورتك قدام الناس ولا بتسطرها فاللي يفضح المسلمين كأنه بإيه بيكشف عورة جسد الأمة فوجب سترها وعليك أنك أنت تظهر إيه وجهاء الأمة زي ما بتظهر وجه كامل الناس وجهاء الأمة اللي هم العلماء والصالحين والأولياء والأتقياء هم دول وجهاء الأمة هم دول اللي تبرزهم وتخليهم قدوة للناس وتتكلم عليهم حشان يبقوا أسوى للناس طيب والناس العصاء والمجرمين وأولالة الأدب وتارك الصلاة والكذبين والمرتشين كل دول موجود بس دول عورة يجب أن تستر عورة يجب أن تستر زي ما أنت بتستر عورة جسدك ولا تواجه الناس بها فاستر عورة جسد الإيه الإسلام كله لأن المسلمين كلهم عاملين زي الجسد الواحد العصاء منهم هم إيه عورة هذا الجسد وجب سترها عشان كده شفت أنه بيقول إيه من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخر يبقى ستر المسلمين ده أمر واجب يا جماعة في زمن حكاية الموبايلات والكاميرات وتشير وتعمل الحاجات دي كلها دي صفات أصلا إيه أهل الفضايح وربنا بيقول إيه إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر إيه وعد تكون من الناس اللي تحب واحد عمل فحشة وما يعرفش حد أنه عمل الفحشة دي إلا اتنين بس تروح إنت إيه مصوروا وعارضها بقى اللي يعرفها مين ملايين مماليين عارفوه طب بعد ما كانت الفحشة دي مش عارفها اللي اتنين خليت وعشان كده أنا رأي يا جماعة صفحة الحوادث مفيش داعي منها لأننا في صفحة الحوادث دي في ناس في الصحافة متخصصين صفحة حوادث وصفحة إيه مجرمين لدرجة أن المجرمين بيأخدوا أفكار من صفحة الحوادث يعني اللي عايز يعني يبتكر جريمة بيبتدي يفكر إيه يتفرج على الأفلام اللي فيها جرائم ويقرأ صفحات الحوادث وهو مع زكاؤه بقى يولف طريقة يعمل إيه يعمل إجرام فيهمت بقى إزاي وبالتالي لما بتشيعي الفواحش بتشيعي الجرائم يبقى الستر ده مطلوب أمتنا أمة ستر مش أمة فضيحة فوجب علينا عشان كده يشيقول إيه ولا تأتونا ببوتان تفترونه بين أيديكم أرجو لكم تبهتان يعني إيه تبهته أو إنك إنت حتى تتهمه بما لم يفعله تتهمه بما لم يفعله يعني تلبسه تهمة وتلبسه جريمة وتدعي عليه صفات هو مش فيه كل ده حرام من الكبائر مش حرام بسيط مش حرام صغائر دي كلها حرام كبائر